من بيروت أرحب بضيفي من أو ضيفي سيد شارل أبي نادر باحث ومحل العسكري واستراتيجي سيد شارل مرحبا بك مساء الخير أهلا إذن يبدو أن التقدم الذي يحرزه نظام بات يزعج أنقرة طبعا رأينا ذلك من خلال استهداف النقطة مراقبة تركية مروحية للنظام ومقتل تقيمها يعني لا شك كما تفضلت أن التقدم الذي يحرجه الجيش العربي السوري هو بدأ يحرج الأتراك ليس فقط من ناحية المواقع التي تتساقط للمسلحين أو الإرهابيين الاحتلال التركي ولكن أيضا لناحية أن تركيا بدأت تفقد نقاط القوة التي طالما استغلتها والتي هي المسلحين الإرهابيين والتي كانت دائما تحاول أن تجعل منها نقاطا تتفاوض عليها تحاول أن تحصل على مصالح عليها أو تحقق مصالحها انطلاقا منها هذا هو المبدأ الذي دفع الأتراك لهذا الجنون هم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدأوا يستعملون الصواريخ المضادة للطائرات بدأوا يستعملون الأسلحة النوعية وكأنهم دخلوا في مواجهة شبه مباشرة مع الجيش العربي السوري نعم إذن هل سيغض النظام الترفع عن هذه الاستدافات أم سيكون هناك رد مشابه من قبل النظام باستداف إما تلك النقاط أم يمكن بشيء آخر مثلا يعني مبدئيا ليست المرة الأولى يعني ربما هي الطوافة الثانية في المرحلة الأخيرة وأيضا الاحتلال التركي يستهدف أكثر يعني استهدف أكثر من مرة عدة نقاط الجيش السوري طبعا يعني المعركة مفتوحة الآن لا أعتقد أن الجيش العربي السوري سوف يتراجع واضح أنه هو جاهز ربما لكي يتحمل الخسائر هو بالنهاية يدخل في معركة أساسية ومعركة مفروضة ومعركة ربما انتظرها منذ فترة والتي هي المواجهة المباشرة مع الاحتلال التركي الذي كما قلنا طالما كان يعني يواجه الدولة السورية والشعب السوري عبر المسلحين الرهابيين أعتقد ربما اليوم الجيش بحاجة لانتظار ربما قليلا للوقوف على حقيقة الموقف الدولي حقيقة الموقف الروسي ولكن بمطلق الأحوال أنا أعتقد أن الجيش لن يتراجع عن المخطط الأساسي الذي وضعه ربما الآن بدأنا نتكلم عن توجه باتجاه منطقة الأتارب ربما باتجاه الحدود التركية في منطقة الدانا أو سرمدة على الأقل ماسك المحور الذي يدخل منه في المرحلة الأخيرة على الاحتلال التركي التعزيزات للارهابيين إذن يعني حسب ما فاتنا البداية سيد شارل أنك قلت بأنه من الممكن أن تكون هناك مواجهات بشكل مباشر بين النظام وتركيا حتى الآن نحن شاهدنا أن هناك مواقع كان الأتراك أو كان الاحتلال التركي يعمد إلى وضعها لعرقلة ضم الجيش السوري ويعني استهدفها الجيش السوري مباشرة الآن أطلاق هذه الصواريخ النوعية على الطوافات هو طبعا في الظاهر هو غطاء للمسلحين الإرهابيين ولكن أعتقد عمليا هو من نقاط تركية من نقاط مباشرة وهذه الصواريخ النوعية هي سلاح تركي مباشر ونوعي لذلك أعتقد أن المواجهة تقريبا هي بدأت حتى الآن لا يمكن القول أن الأتراك مازالوا بعين عن هذه المواجهة هم في صلبها الآن أنا بتقديري من ناحية الدعم نحن نتكلم يعني تقريركم أشار عن آلاف يعني الجنود الأتراك وعن مئات العربات المدرعة التي تبقى يوميا الأسلحة النوعية المعلومات في الرصد أسلحة المضاد للدروع والتي تقيم عركة الدبابات السورية مؤخرا الدبابات الجيش السوري لذلك أعتقد تقريبا أن المواجهة هي مندلعة عمليا يعني يبقى أن الغطاء الظاهر لها هو يعني لم يأخذ حيزه الواسع فقط نعم أشكرك جزيلا شكر على كل ما تفضلت به ضيفي من بيروت السيد شارل أبي نادر باحث ومحل العسكري وستراتيجي شكرا